وسوف الآن نتحول إلى هذه الكلمة التي سوف يلقيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بريمين تنيعو مواطني إسرائيل أنتم تعرفون القول هو أن من ينقذ روحا واحدة كأنه أنقذ العالم كله ولكن في موضوع الكورونا هذا القول لديه جانب آخر وهو كل من يصيب بالعدوى شخص آخر كأنه أصاب العالم كله بالعدوى ليس كأنه ولكن فعلا يصيب كل العالم أريدكم أن تعرفوا المعطيات في المرة الأخيرة التي تحدثت إليكم كان ذلك يوم الخميس قبل خمسة أيام وكان عدد المصابين في إيطاليا كانوا 41 ألف والوفيات كانوا 3400 واليوم في إيطاليا لدينا 71 ألف مصاب وأكثر من 7 ألاف وفاء والمصابين في إيطاليا في إيطاليا يوم الخميس كانت 18 ألف والوفيات كانت 8001 واليوم بعد خمسة أيام فقد لدينا في إيطاليا 47 ألف مصابين في إيطاليا وثلاثة ألاف وأربعمائة وفاء هذا ارتفاع حاد بعدد الوفيات ولهذه الأسباب هناك الكثير من الدول حول العالم مثل بريطانيا والولايات المتحدة والكاليفورنيا ونيويورك قرروا إصدار تعليمات كبيرة وقاسية على مواطنيهم الخطوات التي قمنا بها في إسرائيل يقومون بها اليوم حول العالم ولكن لا يوجد شك حيالها لأن عدد الإصابات يتضاعف بثلاثة مرات كل يوم ولذلك نحن نجد أنفسنا كل يوم مع ألفين مصاب موجودين في خطورة موت ولذلك أنا أقول لكم أنه إذا لم نرى تحسن فوري لن يكون أي مناصب من أن ننصع لهذه التعليمات هذا موضوع أيام عديدة ونحن نتجهز لذلك من ناحية قضائية ونحن أصدرنا تعليمات الطوارئ وهي تقتصر ويتم تحديدها أكثر وأنا أعرف أن لدينا الكثير من الأمور المختلفة هنا ولكن هذا ليهم أولا إقرأوا التعليمات وابقوا في البيت هذا الأمر الأساسي أنا أقول ذلك بشكل واضح جدا علينا أن نبقى في البيت نبقى في البيت نبقى أحياء لأن الخطر سوف يصل إلى الجميع وهو لا يفرق بين الدين أو العرق كلكم علينا أن ننصع لهذه التعليمات وعليكم أن تنتبهوا لأنفسكم هذا مطلوب من كل واحد منكم وما بعد هذه التعليمات المطلوبة أيضا هو أن نلتزم وننصع بأنفسنا لكل هذه الأمور إن لم تهتموا بذلك لأنفسكم ولعائلتكم سوف يكون الخطورة أكبر لا تخرجوا من البيت وأيضا داخل البيت نفسه قوموا بتنفيذ التعليمات اغسلوا أيديكم وقوموا بتهوئة البيت هذه التعليمات ليست السخافة الموضوع هنا مهم جدا ومتعلق بأرواح أنا أعرف أن للأولاد الصغار من الصعب عليهم أن يبقوا في البيت ولكن لا يوجد لدينا أي بديل نحن نستمر وأنا أشكر المعلمين والمعلمات على التعليم عن بعد وأشكر وزارة المعارف أريد أن أحدثكم معنا بعض الأمور المهمة التي نقوم بها نحن نستثمر ونقوم بمجهود كبير من أجل التزود بالأمور المختلفة في العالم لدينا محاولات كبيرة لتزود بالعدة الطبية وهناك أيضا كانت حرب كبيرة في إسرائيل في منظمة الصحة لتزويد المعدات الطبية ولأيضا التحسين من ذلك في البلاد قمنا بتزويد وتكبير عدد الفحوصات ضد الكورونا في البلاد واليوم لدينا أصدرنا أكثر من خمسة آلاف فحص وأنا أقول لكم أن هذا نسبة لعدد الأشخاص المواطنين هذا كبير جدا مقارنة مع الدول الأخرى وبعد ذلك قريبا سوف نقوم بنشر نظام اقتصادي جديد سوف يساعد أصحاب الأعمال وأيضا العاطلين عن العمل أنا أرى الضائقة وأنا أسمعكم أسمع وأفهم ضائقاتكم بما يخص ماكن العمل والمعيشة وهذا فعلا يحزنني سوف نساعدكم لدينا اقتصاد قوي ولا دائنا الكثير من المصادر التي سوف تساعدكم سوف نساعد بعضنا بعض لكي نتغلب على هذه الأزمة لا يمكنني أن أقول لكم اليوم أن ولا أي شخص آخر يمكنه أن يقول لكم متى سوف تنتهي هذه الأزمة ولكننا نفكر باليوم بعد تغلبنا على ذلك ولذلك قمنا بتعيين طاقم سوف يهتم بالكثير من الأمور الطبية في البلاد وهم الأنجح حول العالم ونحن سوف نحسن وضعنا الاقتصادي وسوف نعود لحياتنا الاعتيادية هذه الأيام صعبة وأنا أريد أن أشكركم من قلبي للطاقم الطبي وللممرضين وللمساعدين الطبيين للممرضين ولكل الطاقم الطبيح في البلاد وهم يقومون بعمل مقدس نحن كلنا شكرون لكم يا مواطني إسرائيل الكورونا تنضم الأوبئة القاتلة للإنسان الموت الأسود الكوليرا الوباء الإسباني الذي كان من قبل وعندما كانت هذه الأوبئة لم تكن لدينا دولة ولكننا اليوم لدينا دولة وهذا يتيح لنا إمكانيات جديدة أخرى لكي نقرر مصيرنا إسرائيل حول العالم اليهود وغير اليهود يطلبون أن يصلوا للبيت ويعودوا للبيت وإسرائيل تقوم بالمساعدة وأنا أريد أن أشكر كل التواقم الطيران الذين يتجندون لهذه المهمة المقدسة كلنا جميعا يا مواطني إسرائيل نكتب فصلا جديدا في تاريخ إسرائيل وفي الجيل القادم سوف ينظرون إلينا ليتعلموا كيف يتصرفون في وقت الامتحان هذا يضعنا تحت المسؤولية كلنا مسؤولية قومية ووطنية أنا أعلم أن لدينا هنا لدينا مواضيع متفرقة ولكنني أقول بشكل واضح علينا أن نضع كل اختلافاتنا على جنب نحن واحد نحن دولة واحدة وفي هذه الساعة علينا أن نكون متوحدين أعود وأناديكم وأدعو الجميع لأن نقوم بحكومة موحدة للاهتمام والتغلب على هذا الوباء هذا الشهر يوعيد لنا أن شعبنا كان قد تغلب على كل الأمور العصيبة التي حصلت من قبل وقد مر بها كانت أمور صعبة جدا وكذلك سوف نفعل هنا اليوم سوف نتغلب على الكورونا بمساعدة الله ومساعدة مواطني إسرائيل شكرا جزيلا لكم نعم إذن كانت هذه كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو والتي تطرق فيها إلى آخر تطورات فيروس كورونا بالإضافة إلى بشكل سريع عن التطورات السياسية وحكومة الوحدة